اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله ما يحبنا لأن محبة الله لها اثارها دليل انه تركنا الله ما تركنا مئتين مليون مسلم عندنا في الاتحاد السوفيتي وفي الصين وهم تحت اشد انحاء الكبت والارهاب سبعين سنة الله يحبنا يخليني سبعين سنة تحت الكبت والارهاب عندنا في افغانستان مليون قتين وست ملايين مشرد من امة نفوسها عشرين مليون والقتل يمشي فيهم ليلة نهار الله يحبنا في لبنان الحرب بين الراق وبين ايران التي اشعلها الغرب والشرق ويديمون في اشعالها وتزويدها بالوقود والى الان حسب بعض التقارير ولا اعلم صحة التقرير او فساد التقرير مليونيان من القتلى والجرحة مليونيان السجون في كل العالم الاسلامي منتلئ بالشباب والشابات وهم تحت اشد انحاء التعذيب نقول لكم تعلمون هذه القضايا الله يحبنا اذا حبنا الله يتركنا هكذا مو سنة مو سمتين مو عشرين مو ثلاثين مو ارمعين مو خمسين مو ستين اللهم يحبنا لاننا لا نعمل بقوله اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم نحن ما عندنا وفا بعهد الله خولوا نصلي نصوم نحجها بكل صحية الطائرة فيها الف جزء وقطع لكن اجنح معدها تطير السيارة فيها الف جزء وقطع لكن شروخ معدها عجلات معدها تسير الانسان كل اجهزته صحيحة لكن خذ قلبه انسان كل ايات القرآن هكذا الله يذب اناسا يحكي عنهم بقوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا شوف الله شروع يقول يقول اولئك هم الكافرون حقا يعني الذي يؤمن بعض الآيات القرآن ويقول لا يؤمن بعض الآيات القرآن في منطق القرآن اولئك هم الكافرون حقا